بعدما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو التأكيد على أنه لن يتهاون بوجه التهديدات الإيرانية ولو كلفه ذلك الصداقة مع واشنطن وصف إذن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيغانس كلام نتنياهو بالاستفزازي مشيرا هنا إلى أن حل الخلافات مع أمريكا بخصوص إيران يجب أن يكون داخل غرف مغلقة وليس عبر حديث استعراضي يضر بأمن إسرائيل وكان نتنياهو قد قال أن أكبر تهديد لإسرائيل هو التهديد الوجودي المتمثل في المحاولات الإيرانية التزود بأسلحة نووية معتبرا أن إيران تختلف عن باقي الدول ومنعها من حيازة سلاح نووي ليس خيارا وأكد نتنياهو أن تنفيذ عمليات ضد تهران يجب أن يستمر لإحباط مشروعها النووي مشددا على أنه إذا اضطرت إسرائيل للاختيار بين الاحتكاك مع الولايات المتحدة وبين إزالة تهديده وجودي فإن إزالة التهديد ستتغلب وعقب تصريحات نتنياهو شددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على أن إدارة رئيس جو بايدن في الشرق الأوسط قائمة على أساس التهديئة ومواجهة تصرفات إيران سيئة ومنع عودة تنظيم داعش والإرهاب وأضافت الوزارة ألا حلول عسكرية لمشاكل المنطقة لفتة إلى أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل لمثل هذه الأوضاع المتوترة أما في الشأن اللبناني فأكد البنتاجون أن أمريكا قلقة من أن يضع حزب الله مصالحه فوق مصرحة اللبنانيين ويتسبب بالإضطرابات مضيحة أن أمريكا ترى المشاكل الكثيرة التي يعانيها اللبنانيون وترغب باستثمار شراكة مع الجيش اللبناني موسيقى ترجمة نانسي قنقر